مرحبا فيكم حبايبي برج العذراء ان شاء الله الأوراق تكون حلوة والأحسن من الشهر الماضي يارب وخليني أحكي الطاقات بالبداية قبل ما أنسى طاقات الناس اللي ممكن أنه تتعاملوا معاهم هذا الشهر أو تحتكوا فيهم إذن برج العذراء والله يا برج العذراء حاسيتك حابب تترك كل إشي وتسافر يعني الله بعين بالنسبة للطاقات هوائية بامتياز هوائية مائية ممكن برج الجدي هادولا أكتر إشي إذن فيه مائي هوائي وفيه ناري بس ناري أكتر شي ترى بي فيه بس قليل خلينا نشوف بشكل عام برج العذراء برج العذراء حبيبي كنت على مفترق طرق خلينا نقول أو رح تكون على مفترق طرق في هاي الفترة مع شخص أنت على غضب معه على زعل معه فعم بشوفك شوي متقلب عم تاخد القرار بعدين بترجع في رأيك تاخد القرار بعدين ترجع في رأيك عم بتكون في علاقة ثلاثية عم تنتهي في نهايتها ما رح تكون موجودة وكأنه هذا الخيار اللي عم تاخده هو خيار أنك تختار بين الشريك والطرف الثالث فعم بشوف الطرف الثالث عم ينتهي وتضلوا أنتوا مع بعض هذا على ما أعتقد يعني أكتر إشي الوراء كمان هون عم بتحاول توازن المادة شوي عم بشوفها متأخرة معاك أو شوي ما عم تحصل على اللي بدك إياه عم تشتغل كتير كتير عم بشوفك يا برج العذراء عم تشتغل كتير كتير وتنتج قليل يعني في ناس بتتعب أقل منك في الشغل اللي أنت فيه أو بشكل عام في الحياة أنت هيك بتشعر ولكن بيحصلوا على نتيجة أو أسرع أو أحسن فعم بتشتغل يعني كتير كتير عم تشتغل من قلبك وبرج العذراء يعني كتير عملي كتير بحب العمل والتوازن المادي عنده كتير كتير مهم مش بس العاطفة بيحب يوازن جميع أطراف يعني كل المجالات الحياة بيحب أن يوازنها ما بيفكر يعني بالعاطفة أكتر من المادة أو الشغل أكتر يعني بيحاول يعمل دائما توازن في حياته هاي شغلة كتير حلوة يعني عن برج العذراء عم بشوفك شوي هاي الفترة موضوع المال أو الوفرة المالية شوي رح يكون عندك فيه صعوبة شوي المادة رح تكون صعب الحصول عليها هاي الفترة لذلك عم بشوفك عم بتدور على عمل تاني بتدور على عمل تاني وممكن البعض منكم عم بيدور بغير مطرح يعني بيدور بدولة تانية أو مكان تاني فعم بشوفك إما مسافر لعمل أو أنك بتحاول أنك تسافر هذا الشهر كتير مناسب لهذا الموضوع ولكن يعني لازم تدرس الموضوع بشكل يعني من جميع النواحي هاي الفترة أوكي ممكن تاخد فيها قرارات حلو تاخد فيها قرارات ولكن احذر من أنه تاخد قرار مفاجئ مش مدروس اسأل لأنه هون عم بشوف فيه شخص في حياتك عم تسأله وتستشيره إما من الأهل بالشغل يعني أو صديق عم بيكون كبير بالسم أو تجربته كبيرة في الحياة عم بيكون برجه ناري ممكن يكون أو مائي هذا الشخص رح يفيدك كتير إذا كنت عم بتفكر بأمور مصيرية ممكن أنها يعني نصائحه تساعدك في الموضوع فما تاخد ما تتسرع وتاخد إجراء يعني سريع بدون دراسة حبيبي عم بشوفك في عندك طاقات سلبية لسه ما تخلصت منها هدول الكرتين فوق بعض عم بتحاول تستشفي من موضوع من طاقة سلبية ولكن عم يعني يتأجل الموضوع أو لحد الآن موجودة هاي الطاقة عم بتحاول تستشفي كويس هذا الإشي ولكن عم بشوفها لسه موجودة لسه موجودة عندك عم بشوفك برضه كتير انصدمت يمكن من الناحية العاطفية أو حتى بالعمل بس أكتر بالعاطفة انصدمت من علاقات كتير قبل هيك أو من أشخاص ممكن يكونوا أصدقاء لذلك قررت انك تروح بعيد تبعد تدرس في الأمور أكتر ولكن شايفي أنا بالأيام الجاي انه رح يكون عندك جميع مفاتيح النجاح بالنسبة للعمل يعني أنا هاد الكرت بشوفه توازن ونجاح بجميع المجالات عندك مفاتيح لقلب الحبيب وللنجاح في الحياة العملية عم بتكون مصيفر على العلاقة إذا أنا شايفي في عدد منكم كبير في منفصلين وعلى فيه علاقة ثلاثية عم تنتهي وهذا إشي بترحلو عم بشوف المواضيع بتترتب لحالها عم تاخد قرار فجأة بإنك ترجع للحبيب أو الحبيب عم يعقد هذا القرار فعم بشوفكم عم بتفكروا فعليا بهذا الشهر بالرجوع والتفكير بالارتباط شايفي فيه ارتباط في الموضوع إما وعد أو أمور عم بتصير لحتى تسهل هذا الموضوع وهون عم بشوفك أكتر شي في العمل عم بتكون كتير غضبان كتير زعلان هاي الفترة مع إنه في بعديها راحة بعد كل المشاكل اللي لقيتها بشغلك وبعملك أو مع الأصدقاء شايفي فيه راحة أو فيه انتصار راح يتحققه فيه انتصار راح يتحققه على شخص معين أو على أشخاص طيب خلينا نشوف لو فيه تحذيرات هذا الشهر لبرج العدراء هاي الكروت مش إنه سلبية ولكن فيها تحذيرات من موضوع معين هون بيقولك إذا بدك توقع على شي إذا بدك توقع على كونترا معين على عقد معين فاحذر كتير هذا الشهر يعني حاول أساسا إنك ما توقع عليه أو تمت في الموضوع تمدد الموضوع توقيع الأوراق في هذا الشهر شوي عم يكون مش لصالحك فهاي كانت التحذيرات خلينا نشوف الأوراكلز إش بنصحونا لهذا الشهر أو خلينا ناقد كروت العقل الباطن لإلك وللشريك للي عندهم شريك كرت إلك وكرت إله هذا الكرت إلك عم بشوفك كتير زعلان كتير مقتئب من ناحية العلاقة وكأنه كان في عندك أمنيات في العلاقة أو شغلات كنت تستناها من الحبيب أو الشريك لسه ما يعني لسه ما صارت لحد يت هلأ أو ممكن تكون إنك مش ناسي الزعل أو الأمور أو المناوشات اللي كانت بينك وبين الحبيب عم بتفكر فيها يعني مالياً عم بتفكر فيها كتير كتير عم ترجع للماضي كتير شايفيتك هون عايش شوي بالماضي مش قادر إنك تتحرر منه أو تروح للي بعده بالنسبة للحبيب الحبيب ناوي على خير عم بيكنن لك كل مشاعر الحب عم بشتاء في عنده اللي هو أنت بالنسبة إله هدف ولكن شايفي فيه بعض الأمور عم بتعرقل هذا الموضوع لكن أنا ما إلي في العرقيل إلي في عقله الباطن هو عم بفكر فيك بطريقة هستيرية مش طبيعية ولكن فيه أمور تانية بتتحكم فيه الموضوع أو بتأجيل موضوع الارتباط أو النكس ستب تبعكم ولكن عم بشوفه بيراقبك كتير وبيحنن لك كتير وهذا الشي متبادل يعني أنا شايفيته منك ومنك هون بيقول لك أنه اتطمن بالنسبة للتغييرات أو التحديات اللي أنت هلأ عم بتمر فيها هي مجرد خلينا نقول مجرد درج أو مجرد وسيلة لحتى توصل فيها لهدفك فما تزعل من التحديات اللي عم بتمر فيها عم بتكون ناجح كتير في أنك تتخطى هاي التحديات بيقول لك أنت معاك يعني زي ما قلنا قبل شوي مفاتيح النجاح معاك يعني كل شي عندك إياه كل شي انت إنسان قوي كتير بالنسبة لأنك تجتاز هاي التحديات وهاي التحديات رح تكون لصالحك رح تكتشف هذا الإشي فيه مبعد بيقول لك أنه أحلامك يعني أحلامك وأهدافك وأمنياتك رح تصير حقيقة رح تصير في الواقع بس بيقول لك يعني أنه خليك مركز على الهدف اللي أنت بدك إياه آآ ما يعني ما في ناس آآ رح تاخدك هيك رح تاخدك هيك في أمور رح آآ شوي تاخد من تفكيرك ولكن بيقول لك لأ يعني كون وكون مركز على الهدف لأنه رح يتحقق مع التركيز إذا رح تركيزك بتبعد عن الهدف تبع هذا الكرت أكتر إشي شايته كرت ممكن يكون حمل للنساء في بشرة على يعني بشرة معينة أو خبرية حلوة كتير بالنسبة للمتزوجين آآ ممكن تتعلق إما في الأولاد آآ أو إنه حمل جديد طفل جديد لأنه شايف الطفل آآ جديد بيقول لك آآ يعني خلص خد راحة من اللي أنت فيه خد راحة من التفكير من المشاكل الحياة اعمل لحالك برنامج مثلا إنك بهذا الوقت يكون فترة راحة أو خد إجازة خلينا نقول خلي عندك شوية وقت لحالك مش كله شغل مش كله اهتمام بالآخرين آآ لازم تهتم بحالك أكثر شوي آآ نفس الحكي بيقول لك stop thinking خلص بكفي تفكير بكفي إنك وعم بشوفك يا برج العذراء عم عم تدفشي الأمور عم بتحاول إنك آآ مثلا تغير مسار الأمور غصبا عنها فبيقول لك خلص يعني let's go خلي الأمور آآ تمشي لحالها وبيكفي تفكير واعمل ميديتيشن آآ علي طاقتك الإيجابية آآ وكمان بيقول لك خلي في عندك شوي طاقة اللي هي امتنان إنه بالنسبة للأشياء اللي موجودة عندك إياها آآ دائما تطلع عليها أو احكي الحمد لله يعني عندك شغلات ولكن أنت طموحاتك يعني برج العذراء كتير طموح وكتير بس هذا لا يمنع إنه تشكر كتير على الأشياء اللي موجودة عندك لأنه طاقة الامتنان أو الشكر آآ هي بتقولوا لي شو كيف نعلي طاقتنا الإيجابية يعني هاي واحدة من الطرق آآ طاقة الامتنان لما نميها عنا وكل يوم نذكرها كل يوم نحكي الحمد لله على الشغل الفلانية أو نحب الشغلات اللي إحنا بنملكها آآ طاقتنا بالزيد يعني هذا ممكن إنه يكون آآ بقولك إنه رح آآ وكأنه في عندك مشروع جديد أو موضوع عم تمشي فيه بيقولك رح يكون عندك السفورت المناسب رح يكون في عندك الدعم آآ المناسب لهاي الأمور هذا الكرس طلع مقلوب آآ هذا بيخص الأولاد آآ وكأنك تعبان شوي مع الأولاد فبيقولك بدهم شوية صبر يعني للي عنده أولاد آآ عم بتعبو شوي من برج العذراء فعم بيقولك إنه آآ شوية صبر لأنه هذا السن أو هذه الفترة آآ من عمرهم بيحتاجوا أنا ما بعرف قديش عمرهم بس بيحتاجوا آآ يو آر كونفيوز بيحكي لك أنت كتير آآ يعني مش متناقض يعني مشوش أنت كتير آآ مشوش آآ لأنك ما عندك معلومات آآ كافية آآ بيقولك آآ زي ما قلنا قبل شوي إنه اعمل آآ ريسيرج اعمل بحث آآ عن معلومات اللي انت بدك إياها استشير آآ آآ يعني استشير آآ حدا خد نصائح آآ آآ أنا بعرف إنه برج العذراء يعني آآ يعني آآ من راسه آآ كل شي من راسه القرارات والكذا فهون بيقولك لأ انت بحاجة إنك تبحث عن معلومات وعن خبير أو تاخد نص نصيحة خبير في آآ الموضوع بيعني بفور بقبل ما إنك تاخد آآ القرارات وأكنك ناوي تاخد قرار هذه الفترة يمكن قرار السفر اللي قلنا عليه أو قرار الارتباط بيحكي لك أنت بتستحق فقط الأفضل شفت قبل شوي بالكروت إنه آآ شوي عم تتزعزع ثقتك في نفسك آآ شوي مش آآ ما عم تحب حالك لا بس آآ عم تتزعزع شوي ثقة فهون بيطمناك بيقولك أنت بتستحق فقط الأفضل وهذا اللي أنت لازم تركز عليه باليعني آآ فوكس يور اتنشين اون هذا اللي هذا الاشي اللي لازم تركز عليه في نيتك في داخلك تركز على إنه أنت بتستحق الأفضل ورح يوصلك الأفضل زي ما قلنا إحنا دايما إنه بقوانين الطاقة الكونية إنه الإشي اللي إحنا بركز عليه بيصير تركز على هذا الموضوع رح يصير بسرعة أكبر كل ما كان فيه يقين أكبر كل ما كان فيه يعني سرعة في اليقين بيتم هذا الموضوع أسرع هذا الكرت طلع مقلوب تايد نس بيقولك إنه شوي تحذر من الطيبة تبعتك في عندك طيبة مش معقولة في عم بتكون طيب مع أشخاص ما بيستحقوا فبما إنه يعني طلع مقلوب عم بيقولك شوي دير بالك من الأشخاص ما تأمن ما تحكي كل شي بدك فيه يعني ما تحكي كل شي بصراحة لناس ما بيستحقوا فأكتر إشي هذا الكرت هذا الكرت كمان طلع مقلوب بيقولك وزدم إنه نفس اللي قبل شوي وكأنه بيحكي لك إنه خد استشارة من الناس اللي حواليك ما تأخذ القرارات بتسرع هذا الشهر هذا الشهر لازم تكون شوي حذر من اتخاذ القرارات يبرج العذراء بيقولك إنه الأشياء الحلوة رح تبلش تظهر شوي شوي لكن ببطء في حياتك فكون شوي صبور متفائل في طاقة فرج رح يعني تفتح عندك في هاي الفترة فخلي تركيزك على الأمور الإيجابية وفي طاقة فرج في طاقة فرج عندك يا برج العذراء إن شاء الله تكون الأمور تمام خلينا هلأ نعمل هاي الفقرة اللي أضفناها إنك تسأل سؤال أو تضمر على شيء الإجابة رح نجاوب عليها بآ أو لا يعني سؤال بيبدأ بهل هل كذا كذا رح يصير وإذا كان فيه رح يصير رح نشوف توقيتات معينة لهذا الموضوع طبعا هذا السؤال رح يكون له طاقة شهر فإذا ما رح يصير في هذا الشهر رح يكون الجواب لا يعني مش ما تاخدوها كتير سلبية إذا طلع لا لأنه رح نعيد هاي الفقرة بالتوقعات الجاية لبعد أسبوعين فممكن الطاقات إنها بتتغير فبترككم تسأل السؤال أو تركتوا على الشيء حابين تعرفوا نتيجته أو وخلينا نشوف عم بشوف حبيبي العذراء إنه هذا الموضوع ما رح يصير أنا آسف ما رح يصير آآ طب ليش ليش ما رح يصير خلينا شوي نفتح إنه ليش هذا الموضوع ما رح يصير آآ بسبب طاقة سلبية عندك إياها آآ زي ما قلنا